اسمها نظرية سيسرون وهذه قيلت قبل الميلاد ومبادئها نظرية سيسرون قبل الميلاد شو تقول هذه النظرية ان الفقير يعمل والغني يستغل للفقير والجندي يدافع عن الاثنين والمواطن الغلبان يدفع للثلاثة للفقير والغني والجندي اما الكسول يعتمد على الاربعة وهم المواطن والجندي والغني والفقير اما السكير يشرب من اجل الخمسة ومدير البنك يسرق الستة والمحامي يغش السبعة والطبيب الفاشل يقتل الثمانية وحفار القبور يدفل التسعة اما رجل السياسة يعيش من العشرة لذلك رجل السياسة هو الفائز دائما لانه يلعب بالبيضة والحجر ورجل السياسة تذاب في بعض الاحيان او اراغوز او لبرالي قد يكون هذا السياسي اللبرالي او فنان كرة او متدين او متدين وانقول لكم نصيحة صغيرة لا تصدقوا الرجال السياسة لانهم بيعين كلام وشذابين وهمهم الكرسي والدينار ويا ما دول ضاعت من اجل صفقات تحت الطاولة ورئيس الوزراء البريطاني السابق تيرتل باع بولندا لروسيا من اجل وقوف روسيا مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ويا ما روسى دول سياسيين باعوا حلفاءهم واتحدوا معه ادعو الله ان يحفظ الكويت والله يصلح الحال اذا كان في الاصل في حال بالمختصر لا تصدقوا الرجال السياسة عاطني فاصل